يعني الناس مختلط عليها الموضوع أعتقد حركت وضح لي هل اللايف كوتش ده بديل للطبيب النفسي؟ اللايف كوتش بيقول لا أنا ما بعالكش نفسيا أنا بخلي الناس تعيش حياتها أحسن تمام هل الطب النفسي بيعمل كده أصلا؟ لا بس هارد على الحكاية دي أنه حكاية ما بيعالكش نفسيا اللايف كوتش لا بيعالج نفسي إزاي؟ أنا رجل طبيب نفسي بشتغل بقى لربعين سنة أول ما ظهروا بتوع البرمجة اللغية العصبية كانوا بيعالجوا مرضى نفسين كتير جدا وعملوا مشاكل كتير جدا في المرضى اللي بيجونا ظهر الموجة التانية التنمية البشرية نفس الحكاية نفس الحكاية بيرحلون بتوع القلق وبتوع الاكتئاب وبتوع الوسواس وبتوع المشاكل الزواجية وبتوع المشاكل مع أولادهم مشاكل المراهقة مشاكل ضعف الانتباه وفرط الحركة مشاكل التعصر الدراسي كل دول كانوا برحولهم وعملهم دورات جماعية وعمل فردي في تنمية البشرية الموجة الثالثة وهي نفس الحكاية أنا كل يوم عندي ناس في العيادة من الناس بتوعها مرضى ودي بالنسبة للقانون جريمة لأنه لا يتعامل مع المريض إلا متخصص متخصص مش بس أنه هو خرج من كلية أداب قسم علم نفس أو زي ما أستاذ مايكل بيقول أنه أخذ دبلومات في البوستف سيكولوجي حتى الدبلومات في البوستف سيكولوجي لا تصبح بحاجات كتير فهنا المتخصص لازم يتخصص في علم النفس الإكلينيكي يعني فيه علم نفس بس وفيه علم نفس إكلينيكي علم نفس الإكلينيكي ده لابد أنه هو يدرب على التعامل مع حالات لايف بس حالك كنت تقول أنه بيجي لك حالات كانت راحت أو لجأت لمساعدة لايف كوتش أو مدرب الحياة بالضبط يعني إيه بقى إزاي بيجي لك هم بينزل إعلانات فالإعلانات بتقول لهم أنه احنا بنعالج المشاكل الزواجية بنعالج حالات القلق بنعالج حالات الخوف بنعالج حالات الفشل الدراسي بنعالج الحياة دي كلها وحد منهم جاب لي الإعلان اللي هو راح عليه فهقرى لحضر لك الإعلان اللي هو يعني تتبعه لأنه نزل على أحد الجرائد الكبيرة أقرى لك الإعلان الإعلان طبعا مكتوب عليه أسامي لاتنين وهم من أشهر مدربي مش بس ممارسي لا مدربين شوف بقى الإعلان حرك بيقول إيه هما دول بيقول لك تين ايجرز كوتشينج فور بيرانتز إرشاد إرشاد أو تعليم وتوجيه الأباء بخصوص تربية المراهقين كاتب بقى إيه في أول الإعلان قبل بيكتب أي حاجة فودافون كاش وكاتب الرقم أو ديليفر ديليفر يعني يبعط له حد البيت ياخد منه الفلوس بيقول إيه استثمار في أولادك وأسرتك التكلفة الأساسية 3000 جنيه للفرد في فترة الحجز المبكر تنتهي في 7-6-2019 هيكون 500 جنيه بين قصين هتوفر 500 جنيه طب أنا لو أنا أروح طب أكمل بس الحتة دي ده أتخلصي للأزواج الحاضرين معا 2000 للفرد يعني 4000 للزوجين استشارات زوجية يتم توفير 2000 جنيه وده لتشجيع الأباء والأمهات للحضور معا لأهمية مشاركة الترفيين هذا بخصوص الولد للمجموعات عند حجز أربع مقاعد معا يتم خصم 500 جنيه لكل فرد من الأربعة يضاف هذا الخصم على خصم الحجز المبكر فيتم توفير 1000 جنيه للفرد هم راحوا بقى حضروا الدورة دي بيقول لي كان حاضر على الأقل في الدورة دي حوالي 100 103 تلاف يعني 300 ألف في دورة في يوم أو يومين فدي أحد دورات اللايف ويجي جالك للبيرانتز وجالي بقى كان عنده ابنه كان عنده الترابات السلوكية نتيجة لأنه كان عنده ضعف انتباهه بفرط حركة وما تعالجش فالتدهورة سلوكياته بقى يسرق ويجذب وبقى عدواني وتلخبط في المدرسة فراح الراجل علشان يبحث عن الحال في هذا المكان فدفع يعني مبلغ كبير جدا يومها وجاي بقى بعدها لأنه الحاجات اللي تقالت كانت عكس ما يجب أن يحدث مع الولد شكرا